اهلا بكم في حلقة جديدة من كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على باتمان هولوفس النهاردة هنتكلم على نسخة مشابهة هو باتمان ريدس ناخد فكرة عنه عن قدراته في الكوميكس باتمان ريدس هو شخصية تابعة دي سي كوميكس اول زهول لي في الكوميكس كان في شهر سبتمبر سنة 2017 الكلام ده كان في العدد رقم واحد من ست الكوميكس دارك دايز زا كاستنج على ايد الكاتب اسكوت سنايدر هو بروس وين من ارسي نيجاتيف 52 في الداركة مالتيفيرس كان بطل لمدينة جوسم كفح الجريمة لسنين كتير جدا كان عنده كازا روبين كلهم بيموتوا بيجيلوا شعور بالعجز وبيقرر ان هو يخلي الاساليب بتاعته متطرفة شوية عشان يمنع الجريمة بيركز مع فلاش بيشوف ان هو لو كان مكانه كان حيستخدم الاسبيت فورس بشكل احسن بيتغلب على كل اعداء فلاش بياخد اسلحتهم علشان يستخدمها قصاده بيتغلب عليه في الاخر باستخدام الخديعة والمكر وبيربطه في البات موبيل المدمجة بي الكوزميك ترادميل وبيقتحم الاسبيت فورس بيمتص فلاش وقدراته وشه بيتشوه اخيرا بيبقى عنده السرعة اللي كان نفسه فيها بيسمي نفسه ريدس بيموت كل اعداءه على الرغم من محاولات الوعي بتاع باري ألن اللي كان بيحاول يقنعه ان ما ينفعش يعمل كده الكوم بتاعه ابتدأ يتدمر نتيجة ان هو جزء من الدارك مالتيفيرس اللي محكوم عليه بالتدمير نظرا لطبيحته الغير مستقرة بيجيله باتمان هولوفز بيقوله لو عايز انقذ الكوم بتاعه هم هيخزوا المالتيفيرس الرئيسي فهو بيوافق للانضمام اليهم ويبقى واحد من الدارك نايتس بتوع برباتوس بنشوف ان باتمان بتاع ايرسي زيرو غصبا عنه بيفتح بوابة للدارك مالتيفيرس وهم بيدخله وبيسيطروا على الواتش تاور وبيقبضوا على سايبورج وبيقرروا انهم يعملوا كده مع ابطال تانين بس بيجي دكتور فيت بيساعدهم على الهرب ريدس بعد كده بيروح سنترال سيتي وعلشان يستدرك فلاش بيخلي ايرس تواريوست يكبروا في السن فلاش بيجي بيخشوا صاد بعض في معركة كان على وشك انه هو ينتصر عليه بس دكتور فيت بيجي وبينقذوا وبيسيبوا المدينة الريدس اللي بياخذوها بيتسبب ان بيحصل عواصف من اللي سبيت فرص لو لمست حد بتخليه يكبر في السن ويموت الابطال في الوقت ده كانوا مستخبيين في مكان اسمه Oblivion Bar وده مكان سري سحري في Bocket Dimension وبيهربوا منه على طول قبل ما ييجي الدارك نايت بيتضايقوا لما يلاقوا الابطال هربه وبيموتوا صاحب البار الابطال بيحاول يحددوا مكان الناس متل وده معدن قادر على هزيمة الدارك نايت بس الدارك نايت بينجحوا في محاصرة أربع أبطال في Bad Caves بيكون من ضمنهم فلاش اللي بيتحبس تحت Central City وبيجيلوا الريدس بيهاجموا وبيتغلب عليه الأربع أبطال بعد كده بيتاخدوا على مدينة الجوسم وبيحرارهم سايبورج اللي بيسمح للماذر بوكس اللي جوا أنها تسيطر عليه الدارك نايت بتحاول أنها تقبض على الأبطال تاني بس هم بينجحوا بالهرب عن طريق استخدام الهايبر تايم وده شبكة شاملة متربطة من الخطوط الزمنية والرياليتيز المختلفة أكوامان وديس ستروك بيلقوا الناس متال في مركز الأرض بنشوف أن بلاك مانتا كان عمل لهم كمين بيجي مجموع من الدارك نايت من ضمنهم الريدس علشان ياخدوا الناس متال ويقبضوا على أكوامان ويرجعوا بيجو اسم زادراوند بتقول اللي احنا بنعمله دلوقتي ده مش تصرفات أبطال فبيقول لها دون بريكر وغطي صوتك عشان باتمنهوا لفس لو سامعك حيتضايق ريدس بيقول لا مش حيتضايق ده حيبقى مبسوط جدا عشان هو أقوى مننا وإحنا أضعف وخايفين منه زادراوند بتمسكه تضرابه وتقوله أنا مش خايفة من حد أنا مش جابانة أنا ممكن أضمر المالتيفيرس بالكامل لو ده معناه إن أنا حرجع لكون بتاعي الدارك نايتس باستخدام سفينة الكارير بتاعت فريق زا أسورتي بيهاجموا سفينة ألتيما سول اللي بيكون فيها ريفن وصايبورج وفلاش المحرك بتاع سفينة الكارير بيكون متكون من كون صغير محبوس ببوابات عزل الجاذبية بتمنعه من التوسع خطة فلاش إنه هو يحرر للكون ده بنشوف إن ريدس بيجري عليها عشان يمنعه بس بيتعرض لطاقة كبيرة جدا إجابية ونقية الوعي بتاع بروس بيتشل تماما واللي بيسيطر دلوقتي على الجسم هو باري ألن لأول مرة من فترة كبيرة باري ألن بيتفق مع فلاش بتاع إرسي زيرو إن هم محتاجين يتحدوا ويمنعوا الدارك نايت وبالفعل ده اللي بيحصل وبيتغلبوا على واحد من الدارك نايت اسمه ميرسلس بعد كده بنشوف إن باري بيقول لي فلاش بتاع إرسي زيرو انت محتاج تهرب وإلا حتموت أنا هحاول أمنع الدارك نايت إن هم يمسكوا الكون اللي عمال بيتوسع باستمرار دلوقتي بنشوف إن جسمه بتدى يتفكك عشان هو اتعرض لقدر كبير جدا من الطاقة الإجابية النقية هو جسمه من الدارك مالتي فيرس وبعد كده بيموت للأسف إحنا دلوقتي ممكن يتكلم على قدراته هيئه قدراته هو عنده اتصال بالسبيت فورس فبقى سبي ستار صحيح الاتصال ده مشوه بس ستيل اسمه اتصال فبقى عنده سرعة فائقة بالإضافة رمدود أفعال وخفة حركة معززين قدر عالية على التحمل وقوة بدنية كبيرة جدا بالإضافة لدها بيعرف يولد طاقة كهربائية بيعرف يولد وينشئ مجسمات من الطاقة على شكل خفافيش لو حد المسها بيتأزى جامد بيعرف يفكك نفسه ليسرب من الخفافيش ويجمع نفسه تاني وقبل ما يكون الردس هو كان باتمان لذا هو عبقري واستراتيجي بارع ومقاتل بالأيدي ممتاز ردس بيمثل خوف باتمان من أنه هو يفقد أفراد من عائلته تاني عشان هو بيحبهم جدا بالإضافة لندمه على الناس اللي خزالهم هو كمان بيمثل خوفه ورعبه الشديد إنه هو يكبر في السن ويبقى بطيء وما يعرفش ينقص حد بس كاد دي كانت حلقة سريعة تكلمنا فيها على ردس في الكوميكس تكلمنا على كل حضوره تقريبا أنا عايزك دلوقتي تقوللي في الكومينت أنت أي رأيك في الشخصية دي حابب فكرة إنه إحنا نتكلم على واحد واحد من الدارك نايت قل لي إي رأيك في الكومينت إحنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة جديدة وغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير ولو أنت مش عمل سبسكرايب أعمل وما تنساش تضرب الجرس وكل سنة أنت طيب